مجدداً يثور الجدل بشأن مدى جدوى مخرجات الحوار بين المدنيين والعسكريين في السودان لحل الأزمة المحتدمة في البلاد قبل أيام قليلة أعلن في الخرطوم عن جدول زمني للاتفاق النهائي بين المؤسسة العسكرية والمدنيين يتضمن التوقيع على الاتفاق مطلع شهر نيسان المقبل على أن يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في الحادي عشر من ذات الشهر تزامناً مع الذكرى الرابعة لسقوط نظام البشير وكما حدث مع الاتفاق الإطاري انقسمت القوى السياسية السودانية بين موافق يعتزم التوقيع على الاتفاق النهائي ورافض للاتفاق متمسك باللاآت الثلاثة الشهيرة لا تفاوض مع العسكر ولا شراكة معهم ولا شرعية لحكمهم في السودان انقسام يرى محللون أنه يضع الكثير من العقبات في طريق العملية السياسية المتعثرة لا سيما أن على رأس الرافضين تجمع المهنيين السودانيين الذي كان ضمن النواه الصلبة للثورة الشعبية التي أطاحت بالبشير كما تضم قائمة الرافضين كذلك الحزب الشوعية السوداني وحزب البعث العربي ولجان المقاومة فضلا عن جناح الكتلة الديمقراطية المنظوية ضمن قوى الحرية والتغيير بينما يظل الجناح الآخر ممثلا في المجلس المركزي ضمن قائمة الموقعين على الاتفاق إلى جانب الحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة تنظوي تحت لواء الجبهة الثورية وبينما يؤكد مؤيدو الاتفاق أن قطار العملية السياسية في السودان يسير نحو إيجاد حل نهائي ينهي سيطرة العسكريين على السلطة ويؤسس لدولة مدنية حديثة يرى الرافضون للاتفاق أنه ليس هناك ما يدعو إلى الثقة بالمؤسسة العسكرية التي تسعى في رأيهم إلى تصفية الثورة والإفلات من العقاب وتكريس وجودها في السلطة تحت مسمى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبحسب محللين فإن احتمالات نجاح أو فشل الاتفاق تكاد تتساوى الأمر الذي يحيل الجميع إلى مراقبة ما ستسفر عنه الأسابيع القليلة المقبلة من تطورات في المشهد السوداني